بسم الله الرحمن الرحيم فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رقم 15 لسنة 2020 للميلاد حكم استخدام لقاح كورونا مستجد كوفيد 19 بتاريخ السادس من جماد الأولى 1442 للهجرة الموافقة للحادي والعشرين من ديسمبر 2020 للميلاد فإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي استعرض الاستفسار الوارد للمجلس من معالي وزير الشؤون الإسلامية بدولة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري بشأن حكم استخدام لقاح فيروس كورونا مستجد كوفيد 19 بشكل فقهي منضبط ومؤصل وكذلك ما ورد للمجلس من اهتمام كثير من المسلمين بحكم استعمال اللقاح وعليه فقد ناقش المجلس موضوع السؤال في يوم الاثنين السادس من جماد الأولى 1442 للهجرة الموافقة للحادي والعشرين من ديسمبر 2020 للميلاد وأصدر بشأنه بالتمرير القرار التالي أولاً أنه إلى الآن لم يثبت بطرق إثبات معتبرة شرعة أن اللقاحات المعلن عنها تحتوي على مواد محرمة أو نجسة كالخمر والخنزير وغيرهما والأصل في الأعيان الطهارة ثانياً أنه حتى ولو اجتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة فإن الذي نختاره هو جواز استعمال اللقاحات إذا ثبتت نجاعتها في الغالب وأن اللقاح وإن أدخل في مركباته عين نجسة وزالت أعراضها بالكلية لاستهلاكها واندماجها في التركيبة الجديدة المؤلفة من مواد متفرقة فإن هذا اللقاح يكون طاهراً ويجوز استعماله والتداوي به ثالثاً أن تطعيم داخل في جنس الدواء والعلاج المأمور به شرعاً فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد لا سيما في الأمراض الوبائية التي يقدر فيها الصحيح مريضاً لارتفاع نسبة احتمال إصابته ولحاجة المجتمع إليه بمجموعه رابعاً التأكيد أن تحقيق المناط في مدى نجاعة اللقاحات وطبيعة المكونات ومستوى الأعراض الجانبية كل ذلك إنما يعلم من جهات الاختصاص الصحية وأهل الخبرة من مراكز البحث المبثوقة خامساً أن التداوي في بعض الأحيان والبيئات يكون حكمه الوجوب وإن كان الفقهاء رجحوا في كتبهم قديماً أنه مندوب فلعل ذلك كان لظنية النفع في الدواء وضعف الاحتمال أما في الأدوية المعاصرة التي صار نفعها قطعياً أو غالباً فالذي يعطيه النظر أنها تصبح كسائر وسائل استنقاذ النفس البشرية المعصومة التي يجب على الإنسان فعلها حفاظاً على حياته فالاختلاف إذن هو من جنس من اختلاف في الحال وتغير الزمان والمكان وليس اختلافاً في الحجة والبرهان والحديث تداوى عباد الله ومما يتأكد فيه حكم اللجوب حالات الأمراض الوبائية المعدية حيث يعد التداوي من باب إزالة الضرر المطلوبة شرعاً سادساً نذكر بما ورد في فتوى المجلس رقم 11 لسنة 2020 وأنه يجب شرعاً على جميع فئات وشرائح المجتمع والالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره وكذلك في حال اللقاحات إذا ألزمت صراحة بها الجهات الولائية المختصة مستند الفتوى إعماد المقاصد الشرعية المتعلقة بحفظ النفس البشرية وللقواعد الفقهية التالية القاعدة الأولى قاعدة الاستحالة وتعرف كذلك بقاعدة انقلاب العين ولدى الحنابلة بقاعدة العين المنغمرة والاستحالة في اللغة استفعالة من حال يحول إذا تغير أو انقلب أو زالة أصلها استحوال بوزن استفعال أعلت عينه بحذف حرف العلة وهو الواو وهو عين الفعل وعوض عنها بتاء التأنيث فصارت استحالة قال ابن مالك فلامية مع عينه اعتلت الإفعال منه والاستفعال بيتة وتعويض بها حصل من المزال وشرعا تغير يحصل في العين النجسة يؤدي إلى زوال أعراضها وتبدل أوصافها يزول بسببه الاسم الأول لزوال الصفات القديمة التي اشتقت منها التسمية ويأخذ اسم جديد يناسب الصفات الجديدة ويعبر عن الاستحالة أحيانا بالاستهلاك والتطهير بالاستحالة مذهب أبي حنيفة وقول قوي في مذهب مالك ورواية عن أحمد ورجحها تقي الدين ابن تيمية ولم يعتبر العلماء الفرق بين التغير الذاتي الواقع من الله ابتداء وبين التغيير الواقع بكسب الإنسان وصنعه بل عللوا الطهارة بمطلق التغير فأما الأحناف فيقول ابن عابدين في حاشيته هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما وعبارة المشتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد ويفتى به للبلوى وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأذهان تأمل ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة وأما المالكية فقال القرافي في الذخيرة قاعدة تبين ما تقدم وهي أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة بشرط أن تكون مصوفة بأعراض مخصوصة مستقدرة وإلا فالأجسام كلها متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابا كليا ارتفع الحكم بالنجاسة إجمعا كالدم يصير منيا ثم آدميا وإن انتقلت تلك الأعراض إلى ما هو أشد استقدارا منها ثبت الحكم فيها بطريق الأولى كالدم يصير قيحا أو دمحيض أو ميتة قال الزقاق المالكي في المنهج المنتخب في قواعد المذهب وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بود وتفصيل أحق وقال المقري في قواعده أما الاستحالة فمزيلة على الصحيح لأن الحكم بالنجاسة تابع للأعراض لا للذات وقال في قاعدة أخرى استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه وإلى صلاح تنقل بخلاف يقوى ويضعف بحسب كثرة الاستحالة وقلتها وبعد الحال عن الأصل وقربه وإلى ما ليس بصلاح ولا فساد قولان وهذا كله للمالكية وذكر المالكية أنه إذا حرق إنسان نجاسة حتى صارت رمادا فإن هذا الرماد يصبح طاهرا على المعتمد عند العلماء في المذهب وإذا كان هذا الرماد طاهرا ترتب على ذلك جواز حمله في الصلاة وفي الطواف وجواز تناوله إذا لم يكن فيه إضرار بالصحة وبالأحرى إذا خلط بطعام آخر ولم يفرق المالكية في حكم التطهير بين أن يكون انتقالها ذاتيا أو بفعل فاعل ولذلك قال خليل في مختصره في ذكر الطاهرات وخمر تحجر أو خلل وإنما اختلف في جواز الإقدام على تخليلها ونقذ الحطاب أن المشهور عندنا أنه مكروه فإن فعل أكل وأما الحنابلة فيقول ابن تيميه فهذا مبني على أصل وهو أن العين النجسة الخبيثة إذ استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادا ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان أحدهما لا يطهر كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى أنه طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله وأيضا فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب وضاف ابن تيمية في موضع آخر الاستقراء دلنا أن كلما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منية فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة الجنس واسمه التابع للحقيقة وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان كإحراق الروث حتى يصير رمادا ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحا ففيه خلاف مشهور وللقول بالتطهير اتجاه وظهور القاعدة الثانية جواز التداوب النجس إذا لم يلف غيره وجواز التداوب الخمر إذا استهلكت ولم ينفع غيرها وهذه القاعدة للشافعية وهم الذين لم يقولوا بالاستحالة ولكنهم نظروا إلى المسألة من جهة الحاجة إلى التداوي وقد فرقوا بين الخمر وسائر النجاسات فوسعوا أمر النجاسات الأخرى حيث يمكن التداوي بها صرفة خالصة عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامها لحديث العرانيين الذي في الصحيحين وأما الخمر فاشترطوا أن تكون منزوجة بغيرها ومخلوطة بأدوية أخرى لورود النهي المخصوص عن التداوي بها قال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج والأصح تحريمها صرفا لدواء لمكلف أو صبي أو مجنون لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله أنه يصنعها للدواء أنه ليس بدواء ولكنه داء وصح خبره إن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها كصرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طب بنفعها وتعيونها بأن لا يغني عنها طاهر وفي شرح السنن أبي داود لابن رسلان الرملي ونقله الشوكاني في نيل الأوطار والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرانيين في الصحيحين وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الباب لا تداووا بحرام ولم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليهم محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات فعلى هذه القاعدة الشافعية يجوز التداوي باللقاح المصنوع من مادة نجيسة سواء كانت خمرا أو خنزيرا أو غيرها إذا ركبت تركيب وما دامت الحاجة إلى هذا اللقاح قائمة والبديل عنه مفقودا القاعدة الثالثة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة وأصل هذه القاعدة الإمام الحرمين في البرهان حيث قال ونحن نرى أن ننبه قبل تبيين القول فيه على أمر وهو أن الإجارة جازت خارجة عن الأقيسة التي سميناها جزئية في القسم الأول فإن مقابلة العوض الموجود بالعوض المعدوم خارج عن القياس المرعي في المعاوضات فإن قياسها ألا يتقابل إلا موجودان ولكن احتمل ذلك في الإجارة لمكان الحاجة وقد ذكرنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق أحد الإشخاص وقد تلقاها العلماء بالقبول كالغزالي وتلميذه ابن العربي والزركشي وابن الجيم والسيوطي وجل المالكية ومحل الاستشهاد بها أن هذا المرض اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى وما ألحقه من مفاسد عظيمة بالأرواح والأموال وسائر منافع الناس وقد أدخل على الجميع عناة عظيما في معايشهم وأمور ديانتهم فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد فإنه حاجة عامة في حق كافة الخلق فساغ بذلك أن ينزل منزلة الضرورة الخاصة القاعدة الرابعة الأصل اعتبار الغالب وهي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة قال الزقاق المالكي في المنتهج المنتخب في قواعد المذهب وغالبا قدم على ما ندرى وهو شأن شرعنا فكثرة ومحل الاستدلال بهذه القاعدة بنجهة نجاعة الدواء وما قد يترتب عليه من الأعراض الجانبية فإن الأمر فيها يرجع إلى مراعاة درجة الاحتمال فإن ثبت بالتجارب المخبرية أن الغالب من أحواله أن ينفع صاحبه ويكسبه المناعة المنشودة فاستخدامه محل اتفاق طبقا لما تقدم سواء لدى الجمهور القائلين بالاستحالة أو الشافعية الذين أناطوا الإباحة بحصول النفع وقد نقل الشوكاني اعتبار الغلبة في مسألة التداوي بالسموم فقال السموم على أربعة أضرب منها ما يقتل كثيره وقليله فأكله حرام للتداوي ولغيره لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة ومنها ما يقتل كثيره دون قليله فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره والقليل منه إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداويا ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله وفي موضع تحريم أكله فجعل بعض أصحابه على حالين فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي وفي الختام فإننا نفت المسلمين بجواز استعمال لقاح كوفيد 19 وندعوهم إلى التعاون مع الحكومات في إنجاح حملات التطعيم واحترام إجراءات الوقاية والاحتراز كما ندعوهم إلى الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء وكثرة الاستغفار ليمنع البشرية برحمته ورفع هذا الوباء